بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه من نور الدين أرشدنا الله سبحانه وتعالى لكل شيء لحال حياتنا ولما بعد حياتنا وفي إطار هذا الإرشاد الرباني والنظام الإلهي وضع ما يسمى بنظام الميراث إذا انتقل الإنسان إلى الرفيق الأعلى فماته ترك خلفه ملكا كان يجوز له أن يتصرف فيه كيف ما شاء يتصرف فيه بالاستعمال بالاستغلال بالهبة بالعطية بالهدية بالبيع بكل أنواع التصرف له أن يفعل هذا وهذا هو حقيقة الملك التام والملك التام هو الذي يوجب في ملك الإنسان في أموال معينة مخصوصة الزكاة ولو فقد الإنسان الملك التام ولم يكن له التصرف في ملكه كيف يشاء فلا زكاة في ذلك المال والمال في زكوات محددة معروفة في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية أرد الله سبحانه وتعالى بها مواساة الفقير بعد انتقال الإنسان يقول الفقهاء لا سائبة في الإسلام وكلمة لا سائبة في الإسلام معناها أنه ليس هناك مال مخصوص لا مالك له من صاحب هذا المال فالإيابة أنه ليس له صاحب ليس هذه الحالة موجودة في الإسلام الإسلام فيه أنه لا سائبة غير مملوكة بل لا بد للشيء أن يكون مملوكا هذا الملك الذي كان للإنسان قبل انتقاله من حياة إلى حياة ومن الدنيا إلى البرزخ تهيئا ليوم القيامة وضع الله له برنامجا ووضع الله له هيكلا لتوزيعه حتى نصل إلى أنه لا سائبة في الإسلام لابد أن يمتلكه مالك ودلنا ربنا سبحانه وتعالى على أن والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة فالابن وابن الإبن مهما نزل يعني الحفيد وحفيد الحفيد وهكذا لو تخيلنا أن إنسانا قد عاش كل هذه السنين وأصبح له حفيد الحفيد الحفيد مهما نزل والأب والجد له وإن على يعني مات شخص وتركه جد 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 جده ما يجراش حاجة بشروط معينة والأخ من أي الجهات كان أخ الأب أخ الأم أخ شقيق قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني من جهة الأب أو الشقيق طبعا فقط لكن من جهة الأم لا ابنه مالوش دعوة أبينا ده هيبقى من عيلة تانية وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فافهم مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر للإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء عشرة العشرة دول والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بنت العدد بتاعهم بنت سبعتاشر علاقة سبعتاشر قريب سبعة من النساء وعشرة من الرجال يستوجبون بنظام معين وبالأوضاع معينة يستوجبون الميراث يمتلكون ما تركته نظام الميراث كان فيه حجب والحجب معناه إما أن يكون حجبا تاما كاملا وإما أن يكون حجبا جزئيا ينتقس فيه نصيب الإنسان من رقم إلى رقم أقل منه يسمونه حجب النقصان يعني ما ياخد برضو حاجة بس بدل ما ياخد التلت ياخد السوتس أهو طلع بحاجة يعني آه لكن فيه حجب تام بحيث أنه ما ياخدش ولا حاجة ورتب الشرع هذا على جهة غريبة عجيبة لكنها كلها متصلة بالحقوق والواجبات والخصائص والوظائف والمراكز القانونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الزواج وفي وجوب النفقة وفي تراتيب شتى السبعتاشر إنسان دول استطاعوا أنهم يعملوا منهم خمسمية واثناشر صورة خمسمية واثناشر صورة مات رجل وطرك أبا وأما وأخا وأختا ها كده من السبعتاشر نفضل نبدل فيهم وننقص ننقص ننقص فبقى في حاجة اسمها جدول الميراس نلاقي جدول زي المسلس كده ونمشي به في السبعتاشر هنا والسبعتاشر هنا لما الأب يكون مع الزوج أو الزوجة أو الإبن أو الإبنة أو كده نمشي مع الأب كده ونلاقي لي أحوال نمشي مع الأم نلاقي ليها أحوال نمشي مع الجد نلاقي أحوال وهكذا جدول الميراس لأن علم الفرائض اسمه كده الميراسي سموه علم الفرائض وعلم الفرائض ده لأن فيه أنصبة والأنصبة ربنا خلاها متتالية تلتين وبعدين تلت وبعدين ست نلاقي الستس ونص التلت والتلت ونص التلتين يبقى تلتين وبعدين نصه وبعدين نص النص ده والنصف وبعدين الرابع وبعدين التوب يبقى فيه ست نسب بتتوزع عليها الميراس بالطريقة بالطريقة دي مع الاستحقاق أو الحجب الجزئي مع الحجب الكل اللي هو بيخلي بعض الناس ملهاش وبعض الناس لها لما جاء يعني الذين يريدون إقامة شبه وبتاعهم الشعر فقال ده الإسلام قال للذكر مثل حظ الأنثيين فيبقى ده ضد المرأة مش فاهمين يعني احنا كعلمة مش فاهمين هو بيقول لغاية ما فهمنا هو قصده انه فيه بايس ضد المرأة تحيز قلنا لا تحيز فين ده الحكاية الرواية ده ليها رواية كبيرة انت عارف الرواية الكبيرة دي اودى وشه ناحية تاني مش عارف الرواية الكبيرة وانه بخمسمية واثناشر حالة وانه فيه ستة وثلاثين حالة منهم يا الست بتاخد اكتر من الراجل يا بتاخد زي الراجل يا بتاخد والراجل ما بياخدش يا بتاخد نص الراجل ستة وثلاثين حالة في التلاث حالات الاولانين دول وحكاية للذكر مثل حظ الانثين ده بين الولد واخته ليه لان الولد ده مكلف انه يصرف عليها ومكلف انه لما يجي يتجاوز هو اللي يدفع المهر ومكلف ومكلف الى آخره نظام متكامل في الاخذ والعطاء جرت العادة في برنامج نور الدين ان يكون هناك اتصال في اتجاهين فهل عند احدكم اي سؤال حول الميراس تفضل